أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن الدولة لفن أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن طب إحنا أنا جبت النقطة دي ليه؟ لأن إحنا كنا نابد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقية الموضوع يعني أنا حاول لأقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمر أنا بكلم الناس المصريين لما تيجي تشوفوا حجم الأرقام اللي إحنا أنفقناها عشان اللي إنتوا شايفينه النهاردة ده نفتتحوا أرقام كبيرة قوي أرقام كبيرة قوي بنكلم مش مليارات الجناهات إحنا بنتكلم في مليارات الدولار مش كده؟ صح كتير من أنا ما يحسش بالكلام ده أقولك يعني 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 صرفت ده كله عشان عشان إيه؟ طب إحنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد إيه؟ بنستفاد إن إحنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيه وخلينا أقولك باختصار شديد للناس اللي هي البوساط اللي بتسمعني إحنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها إن إحنا كنا هنا كنا قالوا إن فيه استضافة للبيانات ممكن نستضيف بيانات دلوقتي لأ إحنا دلوقتي قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره مش كده دكتور عمر طيب إحنا من ضمن الكلام اللي موجود إن بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نزهم موجود في الدنيا بس إحنا قلنا إن بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط شكرا